السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا باخر وعلى خير وطلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله عواشركم مبروكا نتمنى تدخل عليكم بالصحة والسلامة وطول العمر وزيادة في الرزق وكل ما كتمنى وان شاء الله كيف ما كتشفوا على الصورة اليوم فيديو دينا على القناة سنحضروا دوازاتي اللي كيجي زوين بزاف اقتصادي وكيعقى كمية كتيرة من عجينة واحدة سنخرجو ثلاثة الاشكال خليكم على فيديو حتى الاخير ولكن انتم اول مرة شوفوا في القناة فما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد خليوا لي اجي من الفيديو فضلا وليس امرا بارتجوا القناة مع احبابكم والاشتقائي ديلكم خليوا لي الآراء ديلكم وفي التعليق خليكم معي ندوز المقابل بسم الله على بركة الله غادي نحتاجو في المكونات غادي نحتاجو ميتين وخمسين جرام ديال الزبدة وغادي نحتاجو بنسبة لزبدة تقدروا تستعملو الزبدة ديال العبار اول تستعملو الزبدة مارغارين عندي جو كيسان ديال الزيت جو كيسان ديال السكر وعندي هنا ياربعات معلق ديال البيسكويت عندي هنا يارانا غادي نستعمل لوتجيس ممكن إلا مكانش متوفر تستعملو الصابلي اولا لعندكم الصابلي هكاية في المنزل تقدروا تستعملو واحدة ربعات المعالق عندي جوج اكياس ديال الزيت وكيس ديال الخميرات الحلويات واجوج الصاشيات ديال الفلون كاراميل واجوج بيضات بالنسبة لدقيق غادي نشوفو اش حلقتتنا اول حاجة كيف ما كاتشوفو غادي نوضعو الزبدة في شئينة اللي غادي نخلطو فيه هي قصرية او لا قصعة او لا يعني ان افجرة تخلطو غادي نضيفو له السكر هنضيفو له الزيت وقبصة ديال الملح والفاني بالنسبة للسكر اللي بنات انا السكر ساني دا طحنتها وخرجت منها جوج كيسين غادي نضيفو كيف ما كاتشوفو هنا هي الفاني صافي وغادي نميكسي وانا غا نميكسي بالميكسور تقدروا تستعملو تديرو في الهاشوار او اللف اي حاجة غادي نطحن العناصر مع بعضياتها وممكن انكم تخدموه بيديكم إلا بغيتو ما كنتشي مشكي يعني باش نسهلو علينا ان الزبدة يعني تتولي على شكل كريمة انا استعملت الميكسور صافي على هات الشكل هذا كيف ما كاتشوفو ومن البعض غادي نضيفو للعناصر الأخرى صافي كان تحصلو على الزبدة على شكل كريمة من بعد ما خلطناها مع الزيت والسكار شوية دي الملح والفاني صافي غادي ننزول هاد الميكسور وغادي نضيف لها جوج دي البيضات هات الشكل هادة وغادي نكمل بيدي هنا غادي نضيف الفلون فلون كاراميل جوج دي الأكياس كي يعطينا اللون زوين لهاد دوزاتاي وكي يعطي حتى ماضاق زوين لأول البيسكويت صافي كان خلط هاد العناصر مع بعضياتهم كيف ما كاتشوفو وقام بوزاتاي تجي زوين زوين بزاف اه اه اقتصادي و اه يعني سقدرات تبدو كمشروع اه 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 مناسبة هادي دي العيد الاضحى كدر يا صافي من بعد ما اه اه اضفت العناصر كاملين وقالي نضقيق عندي فيه كيلو نضيف شوية بشوية يعني وانا كان خلط خسني نتحصل على واحد العجين لا يكون عجين قاسح يكون عجين طريق ولكن لا يسقط في اليدين هنا كيف تشاهدون هذه العملية ليد اللي نخلط بها ليس نقلب بها وش العجين ليس يتسقط ليد الخراء اللي تكون نشفة لنقلب العجين وش يتسقط هنا كيف تشاهدون ارضيت العجين القصعة وضفت له تقريبا 1-4 دين المعالق ديال الفيرميسيل ونخلطه عادي باش الفيرميسيل يوصل للعجينة كاملة على هاد الشكل هادا بالنسبة للدقيقة راها بقتلية تقريبا 1-3 معالق من داك الكيلو سوف نغطي العجين باش ما تنشفش ونشكلوها بالنسبة للتشكيل تشكلوها بالمرشم اللي عندكم تقدروا تكوروها وتطبعوها بها المرشم اللي يدير بها الفرفارة ولا تديروها على شكل شهده هنا انا غد نديرها في هذا المعمول هذا باش ما تلسقيش في المعمول ونقان كتر قوة دقيق كندير بلاستيك غدائي يعني فوق ديك المرشم وكنشكل الحلوة ديالي بها الطريقة هادي هادي طريقة سهلة باش قوة تخدمو في المرشم الصراحة كتجي طريقة سهلة وما كتلسقلك العجينة لا تشي حاجة في المرشم ولا تكتري قوة الدقيق صاف هنا ايها كيف ما كتشفوا الشكل الاول كيكون على هاد يعني كيكون بحال هكاية الصراحة كيجي زوين نتمنى يعجبكم صاف يوندوزوا للشكل الثاني بالنسبة للشكل الثاني غادي نحتاج هذا المرشم هذا كيف ما سبق لوقت لكم استعملوا المرشم اللي عندكم اي مرشم عندكم استعمله تيجي الصراحة زوين بزاف مع هاد دوزقتي اللي ساهل غادي نستعمل انا هاد المرشم هادا دي الشهدة يعني حتى نمشي بنفس الطريقة غادي نبقنا انا نديرها كايا واحد كويرات من العجين وغادي ندير بلاستيك غدائي للمرشم باش يعني يسهل عليها منقش نديرت قوة الدقيق صافي وغادي نشكل الحلوة دي كاملة بنفس الشكل بالنسبة للشكل الاول تقريبا نرفيه 21 جرام هذا فيه 12 جرام صافي على هاد الشكل هادا كيف ما كتشوفو صافي ارسيتو في الطاوة دي الفران وهدي ندخلو الفران ليكون مسخن قبل يعني على 160 دراجة صافي ندخلو ونخليه على 160 دراجة يكون شاعل غير من التحت حتي تحمر مزيان من التحت وعد نشعل ليه من الفوق صافي هادا الشكل الاول تيكون طاب الصراحة كيجي زويون صافي تيجي على بهالطريقة هدي كيجي زويون صراحة وغادينا نحتفظ به حتى ندودو نزينوه ندودو للشكل الثالث ومن بعد ندودو للتزين هنا بالنسبة للشكل فاستعملت نفس المرشم اولا المعمول غير هاد المرة ما خليتش ديك التقيبة اللي كتكون فسط المرشم مسدودة حاولت انني ندفع العجينة من الجناب باش الجيني على هاد الشكل هادا تكون خاوية من الداخل الجيني على هاد الشكل هادا كيف ما كتشفو تكون خاوية من الداخل وكيجي الشكل ديالها زوين بزاف يعني بنفس المرشم اللي درت الشكل الاول صافي هنا يمن بعد ما وجدو كيف ما قلت لكم كيجيوا بهاد الشكل هادا هادي ندوزو دابا نزينوهم اه البرتقال غادي ندهنها في الوجه من الفوق غادي غادي نوضعها اه كاوكاو كونكاسي على هاد الشكل هادا كاتجي زوين بزاف والمضق ديالها يا سلام اه يعني هذا الشكل الاول وكيف ما كتشفو كمية كبيرة غضي نعطيكم حتى الثامن إلا بغيتوا تعتم دعو لها يعني تعتم دعو لها تديروها للناس يعني كمشروع هذا الشكل الأول وهذا الشكل الثاني اللي غني دعوه في الثاني هنا هي دوبة الشكولات الأسود وعمرت هاد الحفيرات هادو كيف ما كتشفو بهالطريقة هادي تقدرو إلا ما بوتوش تديرو الشكولات تديرو كاوكا و كونكاسي تخلطوه مع شوية ديال نباج والغليكوز وتوضعوه في هاد الحفيرات أنا فضلت أنني ندير الشكولات الأسود تقدرو تديرو الشكولات الأبيض صراحة هي كجيزوين بزاف بزاف صافي كيف ما كتشفو على هاد الشكل هادا تزيين بسيط وساهل وبالنسبة له هادو يعني دوبت شكولات الأبيض غدينا غدينا نديرهم في شكولات الأبيض على هاد الشكل هادا ومن بعد غدينا نفندهم في الكوك او لا اه جاوز الهند على هاد الشكل هادا تزيون ما كيجي المادق ديالهم يا سلام ما تشبعوش منهم صراحة هادو ما كترش العدد ديالهم ولكن جاوز زوين بزاف جا المادق ديالهم خطير خطير جدا جربوهم وما غديش تندمو عليهم صافي كيف ما كتشوفو كنا نرطسهم شوية شكولات وتدير لهم الكوك وكيجيو بهات الشكل هادا الشكل راقي المادق زوين زوين بزاف صافي وهادو هم مشكلة ديالنا ديال دوازقتاي اللي ممكن أنا كنت تحضرهم في عيد الأضحى اه او لا اه تعتمدوهم كمشروع اه تخدمو بهم مع الكليان ديالكم اه بالنسبة للتمن ديال البيع فتيبقى بسبعين درهم تل خمسة وسبعين درهم اه يعني بالتمن ديال هاد الوقت هذا اللي فيه زيادة صاروخية اه وكيبقى اه تزيدي او لا اه يعني تنقصي على اه خمسة وسبعين درهم على حسب الزين اه اللي استعملتي يعني الى درتي اللوز الى درتي شي حاجة اللي زايدة اه فكتزيدي واحد شوية على حسب ذاك الشي اللي زيدي اه اه نتمنى اه هاد الافيديو اتنال الاعجاب ديالكم اه اه تجربوا هاد وزاتي فهو كيجي زوين 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 زف اه في الماضاق وكيعطي كمية اه اللي كتيرة وكيوجد اه بسرعة يعني بنسبة هاد المقادر هادو ركيعطيو تقريبا شي اه تلاتة كيلو وشوية اه يعني ركيعطيو اه ما شاء الله اه بالنسبة لبنات اللي بغاو يخدمو بهاد اه بهاد اه بهاد المقوينة هادو ديال دوازاتي ينتمنى اه اه الى كنتو اول مرة تصفوا هاد القناة فما تنسوش انكم تشاركو في القناة اه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد اه تباطجوا القناة ما احبابكم والاصدقاء ديالكم اه تباطجوا القناة في مواقعكم التواصل اياه باش تعمل فائدة وما تنسونيش من جيملا فيديو فضلا وليس امرا اه خليوا لي الاعراء ديالكم في التعليق اه الى عندكم شي تساؤل فمرحبا اه خليوا لي في التعليق واكيد غاد نجوب كل واحد دمتم في رعاة الله والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة